كشف الدولي والجزائري أدمو الناس عن مدة غيابه على ملاعب الساحر المستديرة إثر الإصابة التي تلقاها في مباراة نديه ليل أمام لوريون ضمن حسابات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة الفرنسية وطلوا الناس على متابعيه بمنشور عبر حسابه الشخصي على الانستغرام تحدث فيه عن إصابته الجديدة وأن مدة غيابه عن الميادين ستدوم شهرا كاملا للإشارة مشاهدين فإن والناس غاب أيضا عن تربس الخضر الأخير بسبب إصابة قديمة كان قد تعرض لها سابقا مع ليل